مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غفت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار كنت سكسيتوني على القرماشة سمعوا بسم الله الرحمن الرحيم مرحب بكم فيديو جديد معكم ريم من قناة ريمشو أول حاجة لي شاهيتها الله يجعل تسمح لي يعني كان طالب من المشتركات سقسوني ولا كان يقرمشوا السيغاغ لي درتيهم ركو سمعتوا يعني هدو ثلاثيام من بعد باش صورت لكم هاد المقطع هدايا كما ركو شتو القرماشة بقت لمدة ثلاثيام وشنوبرك العسيلة ما لازمش تخفوها ما تزيدو الهوال وكما طيبتها أنا درت بها السيغاغ تبعي بالنسبة الفيديو اليوم حبيت نشارك معكم فطورنا اللي كان فيها بريك تعجد الله يرحمها تانيك من وصفتها الرائعة هاد البريك الحشو تعو ما نطيبوش يعني ندروا اللحمها كاكني من بعد شوفوا الطريقة وتانيك حبيت نشارك معاكم عجي جناد تاع البروكولي بلا كين بزاف ناس يشوفوه في الاسواق ومعارفوش هي طيبوه اليوم نحنعطيكم فكرة من افكار كيفاش طيبو البروكولي وزدر تانيك شريبه فريك يلا هنتبعو الفيديو نبدو ان شاء الله قبل ما نبدو الفيديو يريد تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا باش يلحقكم اي جديد ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش الجمجمولي ولا عندكم كاش اسئيله خلوهم لي في التعاليق اللي ولا حبيتوا تتبعوني في مواقع تواصل الاجتماعي نحنخليهم لكم في صندوق الوصف يلا نبدو الفيديو على بركة الله اي مراكو تشوفو بديت بشربة فريك كانوا عندي طريفات تاع الغلمي درت لهم البصل في الفلك حل القرفة وشوية ملح قليتهم ملح زدت عليهم طماطيش طماطيش تاع البواطا شوية حشيش مقطفة وقليت كلش ملح من بعد مرقت من بعد جست باش نوجد البروكولي تاعي كي مراكو تشوفو هنا هدو هما المكونات تعلى جيجنات تاع بروكولي عندي ريسان تاع بروكولي هكا بيت ولا كمية اللي تحبو تاع البيت عندي مورفة كبيرة تاع فرينا شو بد مبشور وكمية من البصل ملح فلفل كحل دو كان وش حاجة اللولة اللي ندروها نحطو الما تاعنا يتغلى باش نطيبو اول حاجة البروكولي نستعملو غير لعفلوغ داعو يعني غير لعباطي الفوقانية برك غير يتغلى الما نحطو له الملح ونحطو البروكولي تاعنا يطيب الداخل مور ما يطيب نحوه نصفيوه ونجوزوه في الرحاية يعني اللي ترحي مانيويل ولا تعبزوه بيديكم ولا بالفرشيطة ولكن عندكم روبو جوزوه في الروبو احسن واحسن من بعد نحطوه في الصفاية ونتخلص من المال فيه كيمارا كنت جوفوه نعصروه من فوق ملح باش يروح لي كامل ما هاداك مش ما يتلق ليش وليانو ما يشدش روحو ملح نزيتو عليه البصل هاداك لي كنا رابيناه من قبل نتبلوه بالفلفل الكحل والملح ولحبيتو تديرو التوما توابل وحد اخرين ممكن تديروه بصحانه وعمري ما دلتلو نزيدو تانيك الجبن المبشور نكسرو عليه بيبات البيت ونزيدو الافاغين تاني نخلطو المكونات تاني ملح ملح نديروه مع جيجنات ولا ممكن تانيك تديروه في بلا واحد مباشرة في المولاق غاتا تفرشوه كامل ودزيدو عليه بخوماج غابي من الفق ودخلوه الكوشة انا يحبيت نديرو عجيجنات مالغي هكاك عاود تلق لي شوية البيت في السنيوة بصح هكاكو يعني جا شكل تاعو جميل قطعتو مربعات وجا شكل تاعو كيشغول حبابي دو في وسطها بغوكو يخضر حطيتو في الفرن تا 180 درجة حتى طابو العجيجنات تاعوه وخرجتهم دو كان جوزو شوفو كيش نديرو البريك تاعنا ليقولتلكم ميطيبش رحي نحتاجو للديول كيما ركو تشوفو انا استعملت هادو ليقولتلكم هبلوني محبو شي طيبوية اما يتحرقويا اما يبقو بيوضة مي فينا المون الحمدلله يعني سلكتراسي نحتاجو كمية من الحم مفروم. الحم مفروم ولا فيند عشي الحم مكفت. وحبيبات فرماج اوبسيونال ولا حبيتو تزيدوهم ولا تزيدو في خماش غافي. هنا عني كمية من المعدنوس مقطع رقيق. حبيبات بصل تانيك مقطع رقيق. وحبات البيض على حسب عدد افراد العائلة. تقول ولي ريم يقهم. انا مقولكم حب احب بريك لكل واحد وما تكونش بزاف ماكلها فقطاوي. لو خلاص. انا هادك النهار على بلي بلين دير البريك ويقهمهم. زيت معها عجي جنات تاع تاع البروكولي. وشوية فلفل حميس. وشربة وصلتان بي. الحمد لله كلينا وشبعنا. تديرو اللحم تاكم في الغيسيبيون. تزيدو عليه البصل. المعدنوس. فلفل لكحل. والملح. وتخلطو كل شي كيف كيف. يعني تعبزو تعجنو ملح لفيونداشي تاكم. تحبو توجدوها من قبل تخلوها بجه. تحبو تديروها اخر لحظة. ننصحكم انكم ديروها لدانيار منوت كي مشتول عفيونداشي. يعني شوية شوية ديليكات. وبنسبة لطيب ديلها هاد البريك يطيب يعني في اخر لحظة كي يقرب بالآدان. اه طيبوه. وهنا يراني زيت الفريك المقطع كان راح ليه هاد وش قدرت نصور لكم. زيت الفريك في الشربة وخليتها تزيد تغلى لمدة 15 دقيقة الى 20 دقيقة. بالنسبة للبريك كي ما راكوا تشوفو. خديت كويراتها الحم. فتحتها هكذا بيدي مليح. كي شو لكم رايح نديرو امبوك. اقديروها بشكل مربع ولا. مش تعطوها برك الشكل تاع البريك هادك. اه تفردوها مليح فوق الورقة تاعكم. بسح لازم تزربوا. انا الورقة هادو اللي استعملتهم ماشي فخاجي الكيمة ديول. رضوا بالكم مع ديول يقدرو يتقطعوا لكم. لازم يكون عندكم كل شواجد قدامكم. حبت البيض مكسرة والفخوماج مقطع. والعفيونداشي واجدة يعني تحطو مباشرة كي ما شتو حطيت فوق هالفرماج وغلقتها بها الطريقة. يعني ولكنت مدورة البوراكتاكم ولا الديولتاكم. تطبقوها تانيك على اربعة. وتقلبوها تحطوها يعني على البلاسة هادي اللي غلقتو عليها. هادي كي هي اللي تروح مباشرة للزيت. هاكدا بشتي لتي والبوراكتاكم ما يتفتح لكمش. وطيبوها على نارمهيلا كي ما شتو البيض خضر والحم خضر سافيك لازم طيب ابتيفو. صدقوني هاد البوراكتا يخرج رائع اكتر من رائع. خير من البوراك يعني اللي ينطيبولو الحم ديالو. يبير دي شو يقطعو معكي طيب. هادي يخرج لكم الافيونداشي تخرج لكم الطرية فيها يعني المال داخل تخرج لكم رائع جربوها. ان شاء الله تنتمنى انكم جربوها وترجعوا لي بالاخبار. اذا كانوا هادو اقتراحاتي لنهار اليوم. انسيت ما قلت لكم شو تانيك هادي الكبدة تعلجاج. يعني ما فيها ولو فيها غير ملح في الفلكحل ثم مرحي شوية ليزي بيس. وزيت زيتون وقليت كل شي هاكدا وحطيت هم. ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو تالي يوم. ولا اعجبكم كيل عدا ما تنسوش تجمج مولي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكدا بشيل حكم اي جديد. وما بقى لغين قلكم صحة فطركم تبقوا على خير ملقة الخير ودمتم.